يعني دايما حتى كنت بكلم بقول أصدق وأحسن ماركتنج للعالمين الجديدة هو الريفيوز اللي بيعملوها السياح اللي موجودين هنا اللي هو بيخش على الويب سايتس بتاعت السفر كلها بدون ذكر أسماء يعني ويخش يحط الريفيو عن الأوتال اللي هو موجود فيه أو المكان اللي هو موجود فيه الريفيو ده بيشوفوا ملايين الناس حوالين الدنيا وبيستنوا الريفيوز دي لأنها بتبقى أصدق تعبير إنها بدأ أنا راجل جيت أنا الاند يوزر أنا مستقبل الخدمة أو الكاستمر اللي جاي شاف الوضع شاف القتال شاف الشواطئ شاف الخدمة شاف الهسبتالتي شاف كل التفاصيل الخاصة بالخبرة السياحية ليا كان كسايح وضيف جيت المكان ده لما بكتب التفاصيل دي في الريفيو بتاعتي على أي من مواقع السفر المتعددة الراجل بقى اللي لسه مجاش لما بيشوف الكلام ده بيبتدي يبني هو وجهة نظر قبل ما ييجي بناء على الريفيوز الكتيرة من أكتر من حد مستخدم للمكان ده أو أكتر من حد مر بالإكسپيرينس والتجربة دي عشان كده دي بالنسبة لي واحدة من أهم الفوائد لكل الفعاليات اللي موجودة سوى فنية ثقافية رياضية أي أن كان نوع الفعاليات اللي موجودة إن هي تبقى بتحط عين الناس على مدينة العالمين الجديدة سواء من خلال السياحة الداخلية أو من خلال السياحة الخارجية الآن بتجري بسرعة المهرجان أيامه بتجري بسرعة ولكن واحد من أهم التجارب اللي واحد يعني عاشها ومر بيها في مشواره المهني إن هو يكون موجود في مدينة العالمين الجديدة بالجمال اللي واحد شايفه هنا بالمجهود اللي ما بزول بصراحة على أرض مدينة العالمين الجديدة ويبقى بالنسبة لي واحدة من أهم الحاجات اللي موجودة هنا هي السياحة اللي أنا شفتها اللي فرحم بيها جداً إن أنا شوف بلدي في مكان ما كانش فيه قبل كده أي نوع من أنواع السياحة الأجنبية ألاقي يعني كان على استحياء بعض السياحة العربية بتبقى موجودة في السحل الشمالي ألاقي دلوقتي موجود في السحل الشمالي جنسيات حدث ولا حرج مية وربعة جنسية بتطأ أقدامهم مدينة العالمين الجديدة مبسوط إن في المكان ده بكل الحداثة والتمدن والجودة والتقلق اللي موجود فيه على أعلى المستوات فيما يخص الإنشاءات وفيما يخص الطرق وفيما يخص كل حاجة والبنية التحتية إن البعد اللي اجتماعي حاضر فيه وبقوة ناس كتيرة جداً لما بتكلم وبقول حتى نبرحكوا تدخل في نقاش على منصة اكس مع بعض من أهلنا وحبيبنا واخواتنا فهما مش مصدقين لما بقولهم إن الأسعار رمزية وإن هنا فيه وفيه وفيه فبيرويا عما أسعار رمزية من تسعاد كتيرة بتقولوا كده إن الأسعار دي رمزية بالنسبة لكم جماعة احنا مش منفصلين عن الواقع احنا في الأول في الآخر احنا كلنا كلنا يعني احنا مش عايشين في كاليفورنيا احنا عايشين في مصر وشايفين الدنيا وعارفين كل التفاصيل وكل واحد فينا في بيته بيمر بكل التفاصيل اللي ممكن أي حد ممكن يكون بيمر بيها في أي بيت مصري عادي جدا لما بكلم على أسعار رمزية أو اللي نفس يوصلوا للناس إنه يكونوا شايفينه وعارفينه هنا إن هنا فيه كل حاجة عايز تصرف كتير هتلاقي مكان تصرف فيه كتير وتاخد بريميوم سيرفس يعني راد كاربت سيرفسز زي ما بيقول عايز تصرف بالمتوسط هتلاقي عايز تصرف باللي ما فيش خالص هتلاقي تقولي طب إزاي ما فيش خالص هقولك بعض الأمثلة البسيطة جدا فيه مامشة 14 كيلو المامشة ده أنت منك للبحر يعني أنت ماشي كده أنا أسف يعني أنه أنا أعمل أنت ماشي كده على يمينك ولو عملت كده هيبقى على شبالك الحتة دي كلها مامشة بطولها 14 كيلو أنت شايف البحر طول ما أنت ماشي فيه كراسي والهي الحاجات المبنية بالرخام السابتة دي لو أنت جايب معاك أكلك وشربك هتقعد هتشوف البحر وهتشم شوية هوا نظيف ومش هتكلف تعريفها طب إنت عايز تصرف شوية هتلاقي فيه كيوسكس موجودة بتبيع شاي وقهوة وببيع عصاير وببيع حاجات سقعة وببيع أكل خفيف لو أنت عايز تصرف طيب حاجة تشتريها وتقعد تاكلها طب إنت عايز تصرف أكتر شوية هتروح تصرف في مكان ريسترنت ولا كافية ولا حاجة هتقعد فيها طيب أنا عايز أخش شاطئ من اسكندريا المطروح ما كانش فيه في السحل الشمالي مكان تقدر تشوف فيه البحر أو تنزل فيه البحر من غير ما تدفع فلوس عن طريق أن أنت إما بتخش بتدفع رسم يعني بتروح رسم دخول في شاطئ أو أن أنت يكون عندك شالية بسبب مأجرة أو مشتري مكان يعني في إحدى كور هنا أنت عندك شاطئين بالمجان بتخش بدون أي رسم دخول بتتكلف بس تكلفة الشمسية أو الكراسي اللي أنت بتأجرها عشان تقعد وبتكلفة رمزية جدا يعني بأرقام بسيطة جدا وبالتالي بغيت خلاص عندك حتة البحر مقضية طب أنا عايز أشتري حاجات اللي أنا شفته هنا دخلت السوبر ماركت أنا بخش في القاهرة أسعاره في القاهرة هي موجودة في ممدينة العالمين الجديدة وده عادة ما كانش بيحصل دايما كنا متعودين لما بتخش أي سوبر ماركت في الساحل الشمالي من اسكندرية المطروح دايما بتلاقي الأسعار في الدبل وساعة التريبل نتيجة أنهما بفتحوا موسم قليل اللي هو موسم الصيف طب أنا عاما مش عايز أخش السوبر ماركت ده أنا أصلا ما بخشوش في القاهرة لأن أسعاره غالية أنا بتكلم معكم بمنطقة الصراحة يعني فهتلاقي في السوق القديم بتاعت مدينة العالمين القديمة سوق شعبي زي أي منطقة شعبية تعرف تجيب منه حاجتك كلها بتكلفة بسيطة طيب أنا مش هقدر أنا عايز أجيب وأخش قتل بتكلفة جبيرة وأقيم فيه في العالمين الجديدة موجود طب عايز قتل أقل شوية موجود طب أنا عايز أجيب أخذ شقة جوال العالمين الجديدة وأجر موجود طب لا دول غاليني عام عندي هتلاقي على الطريق برا على بعد مفيش عشر دقايق من مدينة العالمين الجديدة شالهات وشقة بأسعار أقلب كتير فالقصده إن بقى فيه متنفس من خلاله طبعا ده غير بقى الفعاليات اللي موجودة على المنطقة الترفهية والشاطئية اللي هي بتاعت الأطفال عندك كيتز إيريا ببلاش طب أنا عايز أحجز ملعب كورة هتلاقي أسعار حجز ملعب كورة من 150 هو والبادل والباسكت 150-300 جنيه اللي هي أقل من الأسعار اللي أنت ما كنت تكون بتحجز بيها في القاهرة أو تقريبا نفس الأسعار اللي هو مثلا لو عشرة هيلعبه وهيدفعه كل واحد 20-30 جنيه في الساعة عشان يأجر اللي هو نفس الرقم تقيمة اللي بيتفعه في القاهرة وممكن يكون بيتفعه في القاهرة أغلى من كده وإنت بتلعب في ملعب بقى مش عايز أقولكو يعني بتلعب في ملعب البحر قدامك حاجة كده تشرح القلب زي ما احنا بنقول فالمقصود من الكلام أنه بقى فيه متنفس للأسرة المصرية أي أن كان يعني الخلفية الاجتماعية أو الثقافية أو المادية بتاعتها على حسب الميزانية اللي هي حطاها أنها تقدر تيجي تقعد 3-4 تيام في الساحل وفقا للميزانية اللي هم يقدروا عليها ويقدروا يدفعوها خلال أو وفقا لظروفهم المعيشية والمادية ده ما كانش موجود قبل كده في الساحل يا جماعة أنت في الساحل قبل كده عشان تحط التفاصيل والبنية اللي بقولك عليها دي لا هتعد معاك وهتعد معاك كتير فلما أنا أكون شايف أن مدينة بهذه الحداثة والتمدن والجودة وأبديت بكم الأبراج على الفكرة اللي بيشوف الأبراج دي وبيشوف الكلام ده ما بيصدقش أن الكلام ده ممكن يكون موجود وبيخاف يكش يقولك يا عم الأبراج دي وبالشكل اللي احنا شايفينه ده وبالتفاصيل اللي معمولة دي ده احنا عايزين لنا يعني ملايين عشان نعرف نيجي في المكان ده اللي عايز يعمل كده آه موجود أنه يقدر يعمل كده لهو معا يدفع ويكسب البلد ويكسب الناس اللي شغاله هنا تمام بس الميزة بقى والحاجة الحلوة إن حتى اللي معهوش الكلام ده وعايز يصرف على قده هيلائي نفسه مكان وهيلائي نفسه مكان محترم يتبسط فيه ويقضي فيه أجازة حلوة هو وعياله وأهل بيته في مدينة العالمين الجديدة